اشتركوا في القناة وعلينا أن نأخذ دورة بقاء في البيئة الصحراوية دورة بقاء في المياه والتدريب على البقاء على قيد الحياة في الغابة لذا علينا أن نتعلم كيفية طبخ وأكل الثعابين وجميع المستلزمات الأخرى وبعضها كان مفيدا مثل الحصول على المياه في الصحراء بعد سنة ونصف من التدريب الأساسي لرواد الفضاء يصبح لدينا أسماء توضع في قائمة وكانت تلك القائمة حينها أكبر من المقاعد المتاحة للرحلات الفضائية وهكذا تحديد مهام أخرى لنا نحن القابعون في تلك القائمة لكي نكون فعالين وللمساعدة في مواصلة برنامجنا التدريبي خمسة منا تم تعيينهم في مهام متعلقة بالمركبة القمرية وكانت مهمتنا أن نتأقلم ونجول حول المركبة أثناء مرحلة بنائها لذا أنضينا الكثير من الوقت هناك واعترف بأنه ربما أنضيت وقتا في النوم على أرضية المركبة القمرية هاشتاك ستة أكثر من الطاقم الذين طاروا بها نحو القمر كانت مهمة المقبلة هي دعم طاقم أبولو 8 وهي المركبة الفضائية التي طارت إلى القمر وعادت إلى الأرض دون أن تهبط على سطح القمر عندما وصلوا بدورته مراء القمر كان من المفترض من المركبة القيام بمنورة فتل لإبطاء السرعة لكي يتمكنوا من القبض على المداري القمري لذا كانت مهمتنا الجلوس فقط ومراقبة التطورات وكنا نعرف أنه إذا قامت المركبة بمنورة الفتل أبكر مما يجب أي أنهم لم يحرقوا ما فيه الكفاية من الوقود أي لم تتباطئ المركبة ما يكفي فسوف تنحرفوا نحو الفضاء لأنهم لن يقبضوا على المداري القمري حينها وإذا قامت بمنورة الفتل بصورة متأخرة قليلا فهذا يعني أنهم وقعوا أكثر من اللازم في المداري القمري وسوف تدور المركبة كما لو أنها في دوام حتى ترطط بسطح القمر وبالطبع بدون وحدة نمطية للمدارات القمرية تعالج وتحلل كل ذلك يمكن أن ينهار كل شيء في لحظة وشعرنا براحة الصدر عندما ظهرت المركبة من جانب الآخر من القمر كانت مهمة القادمة دعم للطاقم في أبولو 12 والتي قد أصيبت حينها بالبرق في طريقها خارج منصة إطلاق الصواري إذ مرت بالقرب من منطقة عواصف رعدية حيث أصابت إحدى السواعق رأس المركبة مما أدى لانتشار شحنة الكهربائية على كامل المركبة عن طريق هيكل المركبة الداعم وصولا إلى عادم المركبة للتتفرغ في منصة الإطلاق وقتلت تلك الساعق نظام الطاقة الكهربائية وجميع أجهزة الكمبيوتر توقفت عن العمل أما حال رواد الفضاء فقد ذهبت كل الأضواء ثم عادت للعمل عندما قامت البطاريات بتعويض الحمل الكهربائي المفقود وحينها كانت كل مؤشرات الخطر والتحذير والإنذار تصدح بالتحذيرات وكانت كل الأجراس والأحزمة والصفارات وكوات الأمان لا تعمل مطلقا فقد أصيب الطاقم بالتشتت والحيرة حيال ما يحذر ولكن عندما استقرت المركبة في المدار قمنا باختبار جميع الأنظمة المختلفة وبدأ لنا كل شيء يعمل بصورة جيدة الآن وبعد أن أتقنت كل ما طلب مني فقد حان الوقت للحصول على مهمة رحلة فضائية وقد تم تعييني من ضمن طاقم أبولو 16 كطاقم احتياطي أي أنني سأكون من الطاقم الأساسي ابتداء من رحلة أبولو 19 وبعد أسعبع من التدريب أدلت ناسا بألان بإلغاء رحلات أبولو 18 و19 و20 إذ كنا في منتصف حرب فيتنام وكانت الميزانية في حالة سيئة وقد قبع ثلاثة رواد فضاء بحالة حزن شديد خارج المكاتب بعد سماعهم ذلك الخبر فقدنا رحلتنا إلى القمر ولكن وبعد أسعبع تلقيت مكالمة من توم ستافورد كان رائد فضاء حينها وقال أنه يريدني في مكتبه لذا ذهبت إليه وقال لي إنه يأسف لأنه فوت فرصتي في الذهاب إلى القمر ولكنه قال لدي مهمة أخرى لك وقال أريدك أن تكون قائدا لبعثة سكايلاب مختبر الفضاء الثالثة والأخيرة وقال هل تعتقد أنه يمكنك القيام بهذه المهمة؟ فقلت بالطبع نعم ويجب أن أعترف أن شعورا غريبا يعتراني في المعدة والصدر لأنني كنت مبتدئ وهم عادة لا يعينون المبتدئين في مهمة القائد لأنه عادة يجب أن تكون قد أتممت رحلة وحيدة على الأقل إلى الفضاء قبل أن تنال هذا الشرف ولكن تم تعييني لذلك وقد كان ذلك حقا مفاجأة بنسبة لي لأن آخر قائد مبتدئ كان نيل أرموسترونغ في رحلة جيميني 8 من عام 1974 حتى 1978 تقسم جيرالد كار وأربعة من زملائه الرقم القياسي العالمي للوقت الفردي في الفضاء 2017 ساعة و15 دقيقة و32 ثانية سجل كار 15 ساعة و48 دقيقة في ثلاثة نشاطات فضائية خارج ورشة العمل المدارية على استعداد لمواصلة التعلم شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد حول ما لا تعرفه اشترك وابقى فضوليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر